الانشاءات ما شاء الله مستمرة في الكويت على قدم وساق وأيضا الرياضة لها نصيف فعندنا السادة عبدالله خليفة في نادي اليرموك الرياضي منطقة مشرف وهناك دينيوم البرنامج زميل نجيب القحطاني موجود عشان يعطينا تفاصيل أكثر أكيد بعد ما نقول له صباحك وردي نجيب صباح الخير عبدالرضى صباح الخير غادة صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت ذلك المحن نعودناكم دائما في لقاءاتنا وجولاتنا في جميع الأماكن لكن احنا اليوم موجدي في استاد المغفر له الشيخ عبدالله الخليفة الصباح وهو نادي اليرموك الرياضي يعني بعد الترميم والتجديد بهذا النادي وهو ملعب كرة قدم قانون مضمار بطول 400 متر وعدد 22 صالة للأنشطة الرياضية المختلفة والرياضية ومدرج يعني بعدد 11200 كرسي للمتفرجين ومنصة ما شاء الله لكبار الزوار لكن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا المهندسة نورة العثمان والمهندسة شوق المطيري هذول المهندسات الكويتية تعطيهم العافية احنا كنا معاهم قبل فترة في نادي البولنغ الكويت الرياضي وهم كانوا مشرفين على هذا النادي البولنغ وانتهى هذا المشروع واستلموا هذا المشروع نحن نقول الله يعطيهم العافية المهندسات الكويتية نبدأ فيه المهندسة نورة يعطيش العافية على القوة صباحك الله بالخير الله عافيك حياكم الله باستاد المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة الصباح نادي اليرموك الرياضي منطقة مشرف طبعاً مثل ما تشوفون المشروع تم استكماله من خلال مناقصة جديدة بالكامل تم استكمال المدرجات والملعب وكل منشآت النادي احنا حالياً في منطقة الملعب المنطقة الرئيسية للأستاذ والملعب يعتبر قانوني وفقاً لكل اشتراطات الفيفا تم مراعاتها بمضمار يحيط بالملعب طولة 400 متر وبثمن حارات المدرجات الخرسانية التي تشوفونها تتسع لعدد 11200 كرسي للمتفرجين طبعاً تم انجاز هذا المشروع بخلال سنة ونص وتكلفته مليونين ومئة ألف دينار كويتي عندنا تحت المدرجات عدد من 20 صالة لاستخدام النادي في الانشطة المختلفة والالعاب الجماعية والفردية طبعاً تم مراعات اشتراطات الفيفا في غرف اللاعبين من حيث العدد عندنا غرفتين رئيسيتين لللاعبين بكل مرفقاتهم وتم مراعات المداخل والمخارج وكذلك عندنا غرفتين ثانين للفريق الشباب نعم مهندسة نورة العثمان يعني انت كوريش مدير هذا المشروع في الهيئة العامة للرياضة احنا نقول الله يعطيكم العافية المهندسين الكوتيين عساكم عن القوة فعلاً يعني مشروع ما شاء الله ممتاز وهذا النادي تم ترميمه بالكامل لكن بدنا نتكلم عن التكلفة الاجمالية للمشروع وكانت مدة تنفيذة يعني بوقت ممتاز إن شاء الله عدل التكلفة الاجمالية كانت مليونين ومئة ألف دينار كويتي تم انجاز هالمشروع في خلال سنة ونص طبعاً المنصة اللي تشوفونها المنصة الاميرية هي تعتبر اكبر منصة من حيث المساحة على مستوى اندية الكويت المنصة تحتوي على استقبال تحتوي على دوانية تحتوي على منطقة مطلة على الملعب بواجهة زجاجية تتسع لعدد 66 كرسي لكبار زوار وفي الدور اللي أعلى منه يحتوي على غرف للبث الإعلامي والصحافة وغرفة للتحكم بلوحة النتائج لو نتكلم عن ما هي البذرة المستخدمة في تدري النادي الملعب الحشيش الطبيعي أو الثيل الطبيعي خلنا نتكلم عنه ويحتاج هذا لتدري اللاعب يزدق يعني فيه أمور كثيرة لكن لو أنت تتكلم عن البذرة المستخدمة في الملعب طبعاً تم استخدام بذرة معتمدة لدى العامة لشؤون الزراع والثروة السمكية ومثل ما تشوفون الرأي يكون عن طريق جميع الزوايا بحيث أن يغطي برشاشات يتم رأي الملعب عن طريق كل الزوايا خلنا نتكلم عنه يعني مثل ما تفضلت يعني بي نظام قانوني خلنا نتكلم عنه اللي هو طريقة الكراسي طريقة الترتيب اللضاءات اللي موجودة الملعب ما شاء الله يعني أنا خلنا نقول جاهز الملعب جاهز وتم مراعاة جميع اشتراطات التحاد الدولي للكرة القدم الفيفا من حيث المداخل والمخارج اللاعبين وحتى العيادات الطبية وحتى الرامب اللي يكون لذوي الاحتجاجات الخاصة يعني نحن نقول إن شاء الله الملعب جاهز مجرد فقط أن التيار الكهربائي بس اللي ناقصها إن شاء الله نحن بالانتهاء من إجراءات طلاق التيار الكهربائي خلال فترة قريبة إن شاء الله يعني نحن عافية المهندسة نورة العثمان مدير المشور لكن إحنا ودى ننتقل ونخلت معانا مهندسة لكن ودى ننتقل حق المهندسة شوق المطيري مهندس كهرباء في العامري هذا مهندس صبح شاء الله بخير يعطيش العافية وعلى ما قالوا هذا هو الكويتي ما شاء الله يعطيكم العافية على هالمشروع الطيب يعني أنتم ما شاء الله خلصت مشروع ويديت مشروع وعندكم ما شاء الله مشارع كثير ودى نتكلم عن يعني التكنولوجيا المستخدمة في المشروع طبعا من ناحية التكنولوجيا حرصنا على اختيار لوحة النتائج الإلكترونية اللي يتلاءم وتناسب مناخ داوية الكويت لكون اللوحة خارجية وطبعا اختيار مكان اللوحة على المدخل الرئيسي الأستاذ بحيث أنها تكون زوايا الرؤية مناسبة لكل الجمهور لكون اللوحة مرئية في الليل وفي النهار وأيضا لوحتنا تعرض لنا الفيديو ديس بلاي والسكور ديس بلاي طبعا يتم تحكم في كل هذه الأشياء عن طريق قرفة تحكم خاصة موجودة في مبنى الفي اي بي فوق المنصة في الدول العلوي يعني أنا وانا في الملعب لو حتى أشاهد اللعبة بالبطيئة ثاني مرة أقدر أشوفها بالشاشة اي نعم تعرض لي باكورد فيديو ديس بلاي اللوحة لو نتكلم عن حديثين عن لضاءات الملعب بشكل عام وخاص يعني مثل ما تفضلت النوحة النشاء تكلمتين لكن لو نتكلم عن الإضاءات الموجودة لا بد اللعب يبيني إضاءة مميزة تكون إضاءة ما تحطي مثلا خلنا نقول ظل يكون موجود لازل يكون الملعب بإضاءة مميزة صحيح طبعا زي ما تلاحظون الحين وحنا بنص الأستاذ حولينا أربع عمدة إنارة ارتفاع كل عامود 45 متر حيث أن كل عامود يشيل عندي 45 كشاف يحقيق لي شدة إضاءة 1500 لكس وخلينا فيه قابلية هذه نقطة إيجابية أنها توصل لـ 2500 لكس وتكون جدا ممتازة شدة الإضاءة للبث التفزيوني ونقل الإذاعي مهندسنا نشوف ماشاء الله حتى يعني اختيار اللون الأزرق ماشاء الله جميل جدا في الملعب تخطيط الملعب تخطيط مميز الكراسي يعني شكلها جدا جميل المرشاتي اللي موجودة يعني ماشاء الله الله أعطيكم العافية حيني نقول جهد عمل كبير يعني خدم منكم هذا حرصنا طبعا على الاختيار الألوان تتناسب مع النادي تكونها ألوان النادي وتكون متكاملة أكيد من الألوان الكراسية وكلها حتى الترتان أيضا الله عطيكم العافية مهندسة شوق المطيرية مهندسة كهرباء في الهيئة العامة للرياضة عساكم على القوة ونقول دائما ما شاء الله عليكم أنت يعطيكم العافية من مشروع إلى مشروع يعني هذا اللي احنا دائما حريصين دائما يكونوا مع المهندسين الكويتين اللي دائما يغطون هذا الله عطيش العافية وعساش على القوة الله يعافيك ما قصه مهندسة نورة العثمان عساش على القوة لكن التخطيط وايد حلو وايد ممتاز يعني يبدأ المضمار من هناك البداية خلنا نقول حق سباق الجري يستعمل هذا النادي لأكثر من من شغلة عدل يستخدم المضمار للجري والألعاب القوة المضمار طولة 400 متر طولي بثمن حارات فتم اختياره بناء على ألوان النادي بحيث يتناسب مع لون شعار النادي منشآت النادي نقول الله أعطيكم العافية لمهندسة نورة العثمان مدير المشروع عساكم على القوة وإحنا إن شاء الله سنكون معكم أولا بأول في عندكم مشاريع قادمة لكن نحن نخليها مفاجئة لمشاهدين الكرام في عندكم مشروع إن شاء الله آخر لكن نخليها مفاجئة للجمهور الكريم والمشاهدين الكرام اللي قاعدين طالعون نقول يعتش العافية لمهندسة نورة العثمان مدير المشروع وأستاذ المغفر له الشيخ عبدالله الخليفة الصباح ونشكر كذلك المهندسة شوق المطيري مهندسة كهرباء في الهيئة العامة للرياضة للشكر المسؤولين صراحة يعطيهم العافي الهيئة العامة للرياضة اللي سهلوا مهمة برنامج صباح الخير يكون موجود في هذا المضمار وبعد ترميم وبعد إن شاء الله راح يكون هذا الملعب جاهز إن شاء الله بس يوصل التيار الكهرباء راح نرجع إلى زماني في الاستيديو اللي تكملت الفقرات الحلوة المميزة لبرنامج صباح الخير زميل عبد الرضاة لك الهواء الله ينور عليك دائما يا نجيب شكرا لك ولضيفتينك المهندستين الفاضلتين وعودة إلى ركن المطبخ في صباح الخير كويت